الاستغاثة بهم ومناجاتهم عند الحاجة فهذا شركوا الاستغاثة طلب الغوث يعني طلب إزالة الشدة إزالة الشدة وقلنا طلب لأنه قال الاستغاثة والسين والتاء للطلب فاستغاثة يعني طلبة أن يزيل الله عنه الشدة واضح إذ تستغيثوا ربكم فاستجاب لكم فيشرع المسلم أن يسأل الله عز وجل أن يزيل عنه الشدة إذا كانت هذه الشدة يسيرة بمقدور المخلوق لأمامك الحي الحاضر أن يزيلها فلا بأس أن تستغيث به وعليه قول الله عز وجل فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فلا يشكل عليك يأتي بعض البداع يقول لا هذا الرجل استغاثة بمن بموسى عليه السلام وذكر الله هذا في الكتاب ولا أنكره نقول استغاثة به وهو ايش كان حيا حاضرا فطلب منه أن يزيل عنه الشدة وكان ذاك ايش قد تورط به فرعوني رجل فرعوني تسلط عليه فهذا الإسرائيلي استغاث بموسى عليه السلامه من بني إسرائيل هذا معنى من شعته على الذي من عدوه من آل فرعون فموسى كان رجلا جلدا قويا ضربه ضربه واحدة وإلا به قد قد مات قضى عليه وقال هذا من عمل الشيطان فاستغفر الله فقف الله له وإلى يوم القيامة يذكر ويقول ليش قتلت نفسه لم أمر بقتلها لكن شاهد من هذا القول الله عز وجل فاستغاثه الذي من شعته على الذي من عدوه فوقز الموسى فقضى عليه دل على جواز الاستغاثة بمخلوق فيما يقدر عليه المخلوق الحاضر لا كأن تستغيث بمخلوق ميت أو مخلوق غائب أو مخلوق حاضر لكن في أمر لا يقدر عليه إلا الله عز وجل فهذا لا يجوز هذا حق الله وحده